فكرة القلون والنابي يعني فكرة ضمان مجموعة من الحقوق أولها الحقوق الصحية، حقوق الاجتماعية، الترفيهية، التقافية هل نعرف أهم ما يميز هذا القلون؟ احنا لما كنا أول حاجة كلمنا قلنا لازم يبقى فيه إعفاءات من الجزئي من الموصلات وكلمنا عن حاجة مهمة جداً الأندية ومراكز الشباب والمسارح كل الحاجات دي كلها يبقى فيها إعفاءات وإعفاء جزئي لأنه ليها بعد نفسي مهم جداً على الموصلات طبعاً لما حتى كلمنا مع الناس كانت الأول الناس بتقول لنا يعني مصرح تديني فيه جزء أنا محتاج أن أنا العلاج ومحتاج يبقى فيه معاش عشان أنا شخص لا باخد معاش من الدولة وللأسف ما عنديش شغل فابتدت الدولة توفر من خلال القانون أن يبقى برضو فيه معاش لأنه تعليته سقف الطموحات بعد جلسات الحر المجتمعي يمكن إحنا عهدنا دايماً لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي هم نبض الشارع التواصل حقيقي على الأرض بيشوفوا الشارع في احتياج لإيه ويبتدوا لهم يترجموا ده في مشورية القوانين فأنتوا عليتوا سقف الطموح عند الناس من رعاية صحية أيوة ومالية واقتصادية لطرفية وتقافية أنا عايز أقول لها حاجة كمان يا أستاذ أحمد إن كانت فيه حاجة لما كنا منتكلم فيها مع الناس كنا منتكلم على موضوع الجزء بتاع مراكز الشباب ويبقى فيه برضو إعفاءات فيه الاشتراكات وابتدينا نتكلم عن موضوع الأندية ولما رحنا أكتر من نادي وكلمنا مع رؤساء مجلس إدارة النادي قال لك لما يجينا قانون هنبتدي نشتغل وندي موضوع الإعفاءات ما عندناش أي مشكلة بالعكس ده كمان فيه أكتر من كده لما نزلنا لأكتر من دور مسنين احنا من قبل فكرة القانون كنا بننزل الجلسات والزيارات التفقدية اللي احنا بنعملها داخل دور الرعاية الصحية بالنسبة للسادة المسنين الغريمات لكل الدرات اللي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي فكنا بنشوف أكتر كلمة كانت بتأثر فينا جدا لما حد من سادة الكبار السنين قلنا عشان خطرنا حننوا قلوب ولادنا علينا حطينا مادة مهمة جدا مادة العقوبات ان ازاي الناس تقدر تتعامل مع السادة الكبار السن وقلنا ان الموضوع مش عايزينوا كلام موضوع وده حتى الكيادة السياسية دايما بتتكلم على ملف ده ملف التوعوي ان الناس ازاي تقدر تتعامل مع السادة الكبار السن فلو ما اخناش ان احنا يبقى فيه مادة في القانون ازاي من طالب وهو في المدرسة وهو في الجامعة ازاي يقدر يتعامل مع السادة الكبار السن هو ده الأهمية في القانون. واللي أكتر من ده لما كنا نسمع كلام السيدة كبيرة السنة بيقولك أنا كنت بروح مصلحة حكومية وبتعامل معاملة وحشة قوي. ولما كنت بروح أي بنك أقول أنا أقف بالطبور بالساعة والساعتين والثلاثة كمان عشان أقدر أخلص خدمة. ما يبقاش الموضوع متوقف على ضمير اللي قدامه مثلا أنه يعديه علشان هو أكبر منه سنة. لأ هيكون بشكل قانوني. ما بقاناش نعمل قصة. يعني الضمير طبعا مهم ودي حاجة ربنا سبحانه وتعالى عيحاسبوا عليها. لكن في شيء الزي. الدولة كمان لازم تحاسب الشخص المهمل والمكسر في حق التعامل مع السيدة كبار السن. من ناحية أن احنا خصصنا رقم الرقم دوت زي رقم الشكاوي. ورقم الشكاوي ده حاجة مهمة جدا. ودي حاجة يعني فعلا تحسب للقانون أنه لو لقدر الله تعملت معاملة سائقة في أي مكان بمجرد لما أنا بشتكي فعلا لازم يحصل في الحال حل للمشكلة دي. الأهمية مش في القانون فقط لغير. الأهمية في تنفيذ على أرض الواقع. يعني أنا عملت رقم. ودربت حد من الجهاز في الحكومة. الجهاز الإداري للدولة. إزاي إداره يتعامل مع السادة كبار السن. أنا مكامل على أليات التنفيذ والرقام. دي مهمة جدا. وده دورنا نواب في البرلمان أننا مش هتلعنا قانون وسبناه. لأ ننزل نشوف. إحنا الدورات التدريبية اللي احنا اتفقنا عليها ومكتوبة في القانون أن إزاي يقدروا يتعاملوا مع السادة كبار السن. دا داخل المؤسسات الرعاية الاجتماعية. مؤسسات الرعاية الاجتماعية وجهاز الإدارية للدولة. أنا دلوقتي روحت اتعاملت مع وزارة الصحة أو وزارة التضامن الاجتماعي. الوزارات الخدمية. وتعاملت مع الموظف اللي قاعد معاملة للأسف لا طريق بكبار السن. يعني دلوقتي عشتك ايه ازاي او اتكلم ايه. دلوقتي بقت فيه رقابة على الموضوع زي دا او ما ينزل اللاحة تنفذيه للقانون. الاهم برضو من ده كله لما بدنا نتكلم على يعني ايه تعريف المسن. المسن ده هيبدأ من سن كام. احنا حددنا في القانون أنه هيبدأ من سن 65. وفرقنا ببين حاجتين. ببين المسن والمسن الأولى بالرعاية. المسن والمسن الأولى بالرعاية هي الفكر كله أنه هيطلع بطاقة للسادة لسه قلنا ده ما احنا كفينة بطاقات وليه نعمل بطاقة جديدة. فلما عنا ندرس في اللجنة الفترة اللي فاتت الموضوع ده قلنا الموظف اللي قاعد هو لما هيشوف بطاقة السادة الكبار السن هيقول ايه. لسه هيقعد يحسب على الكالكليتر ان الشخص ده تعدى 65 ولا لا. خلاص هي بطاقة بلون معين خلاص يبقى هياخد الخدمات اللي موجودة. واللي اكتر من ده كنا نتمين بي. ماذا هو فقط سن الخمسة وستين. انا برضو يهمني اعرف ازاي هيتم التعامل مع اصحاب الامراض المزمنة والعجز. طبعا. دول بيدرجوا تحت هذا القانو بيتم يدرجهم. طبعا. طبعا. ده انا عايز اقول له حقا ما هو ده المسن الاولى بالرعاية. والمسن الاولى بالرعاية كنا بنتكلم على هي فكرة دولة احنا مش عايزين نودي الناس لدار المسنين. عايزين يبقى فيه الرعاية الكاملة بتبقى من خلال المنزل.